من روائع القصص النبوي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه وثلاثة نفر أي ثلاثة رجال وأواهم المبيت فدخلوا في غار يعني ليبيتوا فيه والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس وما أشبه ذلك فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزهوها لأنها صخرة كبيرة فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم فذكر أحدهم بره التام بوالديه وذكر الثاني عفته التامة وذكر الثالث ورعه ونصحة أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويجلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقية أهله وماله يقول فنأ بي طلب الشجر ذات يوم أي أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه فرجع فوجد أبويه قد نام فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان فرجح الثاني فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه فلما استيقظ وشرب اللبن سقى أهله وماله ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومعناه اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فعلته من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكنه انفراج لا يستطيعون الخروج منه أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأرادها على نفسها بالزنا ليزني بها لكنها لم توافق وأبت فألمت بها سنة من السنين أي أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها من أجل الضرورة وهذا لا يجوز لكن على كل حال هذا الذي حدث فجاءت إليه فأعطاها مائة وعشرين دينارا فمكنته من نفسها ثم قالت هذه الكلمة العجيبة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه خوفته بالله عز وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه يفض الخاتم بغير حق فهي لا تريد ذلك ولهذا قالت اتق الله فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه فقام عنها وهي أحب الناس إليه لكنه أدرك خوف الله عز وجل وترك لها الذهب الذي أعطاها ثم قال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنه انفراج لا يستطيعون الخروج معه وهذا من آيات الله عز وجل لأن الله على كل شيء قدير ولو شاء الله لم فرجت عنهم بأول مرة لكنه سبحانه أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فقام بتنمية هذا المال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نمى وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة فلما جاء دفعها كلها إليه ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمشون لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل وفي هذا الحديث من الفوائد والعبر ما لا يخفى على أحد ففضيلة بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات وتزال بها الظلمات وفضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عف مع قدرته فإن ذلك من أفضل الأعمال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن الرجل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له لكنه لأمانته وصدقه وإخلاصه ونصحه أعطاه كل ما أثمر أجره ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان قدرة الله عز وجل لم تأتي آلة تزيلها ولم يأتي رجال يزحزحونها وإنما هو أمر الله عز وجل حيث أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم والله سبحانه على كل شيء قدير كما لا يخفى أن إخلاص العمل لله من أسباب تفريج الكربات لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه أما الرياء والعياذ بالله والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه صاحبه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه موسيقى 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 موسيقى